السلام عليكم حباب قربي عاملين ايه صباح الخير صباح الفل صباح الجمال على عيونكم يلا بينا النهاردة نعمل كماجتين فلاح كده بطريقة سهلة وبسيطة وهيطلع الطعم معاك جميل بكيلو دقيق فاخر او دقيق امح او اي نوع دقيق عندك هتعملي احلى شوية كماج او اللي انتو بيسموه القرص الطرية بطريقة سهلة خالص معانا ايه استني يا امو اسلام ما تقوليش المكونات استني الدول يا جماعة معلقة معلقة كبيرة خميرة معلقتين سكر نص معلقة ملح حوالي من 3 معلقة حبة سودة على سمسم باكم بكينج بودر ومعايا هنا هحط قدامكم هو معلقتين سمنة او الزيت اللي عندك يعني لو ما فيش عندك سمنة حط زيت بس الزيت بس السمنة وكمان هتلاقينا حتى برضو معلقة الزيت السمنة بتخليلها طعم حلو والزيت بديها لمعان دي قرص بقى فلاحي او كماج فلاحي اللي احنا هنا بنعمله في الفلاحين حطيت معلقتين السمنة زي ما انتو شايفين هجيب برضو معلقة واحدة زيت ما بحبش اقطر الدهون في القرص دي او الكماك دي عشان تطلع معانا طبعا وحاجة كمان لازم يكون اللبن بتاعك رايب وانت بتاع جنيب بيها لازم يكون رايب او زبادي بديك بقى تاكل القرصة كده تلقاطرية بتقطن فبقك جميلة اوه اقلب كل المكونات دي كلها مع بعضها وانزل بقى باللبن الرايب بتاعي هتشوفو دلوقتي بدفيه عن نار لازم يكون ايه دافي معاكي ما يبقى السخن وما يبقى السقعان عشان الخمير هتتنشط وتطلع معاك الوصفة في الاخر حلوة ده لبن رايب او كان عندي ما بجيبه وبيروب عندي ما برموش بعينه اعمله معجنات قرص اي حاجة انزل بقى تضيف شوية بشوية لحد ما تتأكدي ان العجينة بتاعتك اخلت شربة اللبن او اللبن الرابي الرايب او الزبادي شوية بشوية ما تضفيش عشان ما تبقى ما تبقاش طرية او معاك عجينة القرص اللي نجاح عجينة الكيماج او القرص الطرية الفلاحي لازم العجينة لا تبقى طرية اوي ولا تبقى ناشفة اوي ده بقى عايز ايه اخر الطبق دي هو انزل بقى على الارض عجينة عجنة جمدة شوية اكتر علشان بقى تطلع معايا النتيجة حلوة بس انا حبيت اوريلكم الخطوات الاول شايفين اعجيني بيها وضيفي شوية اللبن حبة بحبة نزلت بقى على الارض كده قعدت ايه اعجين فيها شوية اكتر لحد ما بقت معايا بالشكل دي ونضفت كده الطبق نضف خالص معنش فيها اي اصار دي خالص كده خلاص العجينة بتاعتك حلو هحطها بقى الحاد دماء تخمر وبعدين نشوف هتعمل ايه هنعمل بيها ايه شايفين شايفين ده طريق اوي ولا ناشفة اوي اعجيني فيها شوية اكتر تطلع لك نتيجة ممتازة اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله حطها بقى واغطيها بكيس واغطيها بقماشي احنا هنا في الفلحين بنحط بطنية فوقها كده بطنية زقنططة كده او اي حاجة تدفيه عشان ايه تخبر معانا بسرعة ان شاء الله كل شوية تلاقينا قاعدة اعجين فيها قبل ما اغطي اعجين فيها عشان عايزة النتيجة تطلع حلوة شايفين شايفين جميلة جميلة ما شاء الله خلاص كده خمرت معي بدأت ايه اقطعها نزلت بقى على الطبلية قطعتها زي ما انتم شايفين بالشكل دي وابدأ بقى ايه ابططة عايزة عايزها مدورة بتبططي كده واسي بقى عايزها ايه طويلة شوية عند المكنة بتاعي العيش فاعملها قدامكم اهي شايفين بتنزل عشان انا بصور بايد وبشتغل بايد ايه بتنزل وبتطلع معانا اهي بكل سهولة عندي ايه اسطانية وفرش عليها القماشة القماشة دي يا جبعة انا مخصصها للعجين اوريكم لقطة كماني ولا وحلة كماني العجين المتقرصيه تغطيه ما سيبهوش كده عشان الهوى ما ينشفش وشه شايفين ما شاء الله طرية وبتعمل ايه بكل سهول بعمل بعمل المكنة دي على نمرة واحد خالص وايه واروح شغلة به طبعا انا هسيب التليفون واشتغل بقى بالقتين ووريكم في النهاية هيبقى ازاي وزي ما قلت لك اعمليها مدورة زي ما انت عايزة كده اشتغل شوية كده اكتر وبعد انا ايه ابدأ بقى اشتغل على المكنة ما فيش عندك المكنة اشتغل بالنشابة او بالعجلة اللي احنا بنسمى هنا في الفلاحين العجلة واعمليها برضو هتطلع معاك حلو بس انا عند المكنة دي بتاعي العجلة فقلت ايه اشتغل بقى شايفين هتطلع معايا بالشكل ده كل ما بخلص راقة من الصنية بغطيها برضو بقماش وارص على الطبقة التانية وبعدين في الاخر ما بخلص الكمية دي كلها ما بروحش اخبزه على طول في الفرن لا بسيبه حوالي من ربع ساعة لحد ما يترفع معاك تدخليها بقى الفرن تلقاها ايه تنفخت كده وبقى طعمها حلوة قوي وبقى تهشة وجميلة معاك ما شاء الله الكيلو دقيق دي انا ملقبطها دقيق ايه اللي هو الفاخر الابيض مع دقيق الامح بتاعنا الفلاحي فايه يعني لقبطه فما شاء الله داني ايه نتيجة حلوة قوي دي الامح بتاعنا احنا هنا الفلاحين ما بنستغناش عنه وبقى موجود بنعمل القرص دي منه وبنعمل برده لعيش منه شايفين دي بقى الراءة التانية اللي انا بقول لكم عليه خبستوا بقى بالفرن في الفرن بقى معايا بالشكل دي اتمنى الفيديو يعجبكم ما تنسيش الاشتراك في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة